من فترة كده لما اقتدت انتظم شوية في الرياضة وانزل وروح الجن وحنات صورت ستوري كده على الانستجرام عندي يقولت بالناس أنا هحكي لكم عن تجربتي في الرياضة وطبعاً كان فيه كمية تساؤلات غريبة تجربتك إيه إيه إنجازاتك في الرياضة يعني هو إيه خدت ميداليات مثلاً تجربتي في الرياضة اللي أنا عايز أحكي عنها تجربة تأثير الرياضة علي نفسياً بشكل رهيب طبعاً الرياضة أثرت فيها جسدياً صحياً يعني في صحيتي وفي جسمي وفي نفسي حتى كمنشد لكن كمان كان لها تأثير نفسي عجيب ومش يكون مبالغ لما تقول لكم هنا أثرت في شخصيتي كمان أثرت في نفسيتي لأنه الرياضة بتخرج كمية طاقات سلبياً منجواك بتخرج كمية شحنات كده مشحونة جواك وإنت بتجري ولا بتشيل حديد ولا بتعوم ولا بتسبح ولا بتركب عجل ولا بتركب خيل كل اللي عاش والتجارب دي بفهمين أنا بقول إيه وحسين بنياً وبتريت اهتم جداً بالموضوع لأنه الموضوع بقى فيه محبة وبقى فيه صبر إيه ده ده بتعلني الصبر على فكرة ده أثرت في سلوكي الأخلاقي إنه فيه شوية مجاهدة نفس كده إنه ممكن أكسل فيه وممكن يوم التمرينة تكون تقيلة شوية فعضلات يتشد فلاقيت إن فيه حاجة اسمها علاق مصابرة وبقت جزء من الأولويات فبقيت عارف يعني إيه أولويات إنت يومك مزحون جداً عندك شغل عندك دراسة عندك موعيد كتير فمش عارف توفق معادل التمرين بتاعك فبتحاول تعمل نفسك سكادول عشان يبقى معادل التمرين بتاعك ثابت فبعد كده بتحاول تطور نفسك أكتر علشان تاكل أكل صحي علشان مش تفضل تتمرن وتتعف التمرين وبعد كده تدب أكل مش تمام فيروح التمرين كله عالفاضي فتحس إنها بتعيد تكوين يومك بتعيد تكوين حياتك فمن هنا لقيت إنه لا ده موضوع كبير يا جماعة مش فكرة إنها لازل رايح الجيم وخلاص ده غير طبعاً الناس اللي عندهم شغف في الرياضات كتير واحنا ما شاء الله مصر مليانة أبطال في كل الرياضات مش بس على فكرة في كورة القدم برضو كل الرياضات مصر عندها أبطال أبطال يعني أوائل يعني مكسرين الدين ومشاء الله وطبعاً الأبطال الكبار دول كانوا أبطال أطفال زي مصطفى اللي هنقبلوا النهارة اشتركوا في القناة